وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه ضرورة عند الله أو ما هي بضرورة إذا كانت ضرورة في دين الله وكانت ضرورة في كلام الله فما علاقت هنا بمجموعة من البدو الجاهليين الذين أنكرواها ما علاقتنا بهم عودوا إلى ماضيهم في قريش حينما كانوا في مكة المأبون منهم وابن العواهر ابن العاهرة هذا هو تأريخهم تأريخهم ما بين مأبون وابن عاهرة وقواد كان يعمل في الجاهلية صحيح أن الإسلام يجب ما قبله ونحن نعتقد بهذا بس شنسوي لهم أبعاد ما يبطل عادة ذول بهم سولة سولة بالتعبير الشعبي العراقي يعني عادة مستديمة وبسولة ما يبطل سولته شنسوي لهم الإجماع الإجماع وسيلة شيطانية قذرة جاءت بها سقيفة بني ساعدة لهدم دين محمد وآل محمد الطوسيون الطوسيون حولوها إلى مصدر من مصادر التشريع مثل ما فعل سقيفي بني ساعدة سقيفتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وسقيفة بني طوسي هي الأخطر على ديننا وهي الأقذر والأوسخ والأنجس إنها حوزة النجف هذه هي السقيفة بني طوسي اللعينة وألعنوا ما فيها وأقذروا ما فيها مراجعها الكبار مراجع حوزة النجف هم الذين دمروا دين العترة الطاهرة وهم الذين دمروا أحاديث محمد وآل محمد ما بين الإنكار والتضعيف والاستهزاء والسخرية بها وما بين جهلهم في فهمها وإدراك مضامينها كتبهم دالة على ذلك أحاديثهم دالة على ذلك وكلاؤهم فضائياتهم حوزاتهم القذرة الوسخة دالة على ذلك دالة على جهلهم دالة على عوراتهم القبيحة التي لا أجد مجالا للحديث عن كل تفاصيلها القذرة المقرفة على أي حال إنني أريد أن أحدثكم عن الإجماع في البداية لابد أن تعرفوا معنى الإجماع الإجماع في اللغة وبشكل سريع وموجز الوقت يجري سريعا الإجماع في اللغة إذا كان الحديث عن شخص مفرد أقول مثلا أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا أجمعت أمري أي أنني متأكد من نية وعزمي وقصدي أن أقوم بهذا الأمر فلقد فكرت فيه تدبرت في عواقبه أجد أن الأمر ضروري بالنسبة لي فلابد أن أقوم به لابد أن أبادر إليه في صبيحة يوم غد فأقول أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا هذا إذا كان الحديث عن فرد بعينه عن شخص بعينه أما إذا كان الحديث عن مجموعة من أنهم أجمعوا على الأمر الكذائي هذا يعني أنهم اتفقوا اتفقوا على الأمر الكذائي آراءهم توافقت وأخذوا قرارا في أن يقوموا بهذا الأمر بعد أن اتفقوا عليه فالإجماع في اللغة أتحدث عن اللغة الإجماع في الإصطلاح شيء آخر الإجماع في اللغة إذا كان بخصوص فرد واحد فهذا يعني أنه قد اتخذ قراره النهائية القطعية في أن يعرض عن شيء أو في أن يقدم على شيء أما إذا كان بالنسبة لمجموعة من الناس هذا يعني أنهم اتفقوا على شيء اتفقوا على أمره إن كان إقداما أو كان إحجاما هذا هو المعنى الإجمالي للإجماع في اللغة قد يرد في أحاديثنا الشريفة بخصوص رواياتهم وأحاديثهم على سبيل المثال ما جاء في الكاف الشريف في الجزء الأول وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثامنة والثمانين في الرواية التي تبدأ في الصفحة السابعة والثمانين إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث هذه الرواية المعروفة التي ينقلها لنا عمر بن حنظل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما إذا حدث اختلاف وتنازع في شأن مالي في شأن حياتي فيما بين الشيعة حيث يترافعون إلى رواة حديث العترة الطاهرة إلى الذين قال عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينظران المتخاصمان من الشيعة ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكمة إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنا لست بصدد التوغل في هذه الرواية الرواية طويلة موطن الحاجة هنا هنا إذا مختار فقهين واختلف الفقهان فيما نقل من الحديث عن العترة الطاهرة إلى أن تقول الرواية إمامنا الصادق يقول ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك المجمع عليه من أصحابك المجمع عليه من أصحابك هذا كلام بخصوص الأحاديث والروايات الروايات التي أجمع عليها علماء الشيعة رواة الحديث رواة الحديث أجمع على نقل هذه الرواية هذا لا علاقة له بالإجماع الذي أحدثكم عنه هذا الإجماع إجماع اللغوي بالمعنى اللغوي اتفقوا على نقل رواية من روايات العترة الطاهرة الرواية التي يجمع رواة الحديث على نقلها تكون مميزة من جهة أنها رواية معروفة بين رواة الحديث هذا يعني أنها من روايات العترة الطاهرة بشكل بشكل واضح بشكل صريح فهذا لا دخل له في موضوع الإجماع الذي أحدثكم عنه صار واضحا إذا ما واجهتكم رواية فيها مثل هذا الكلام ينظر إلى ما كان من روايتهم إنها رواية عن الأئمة ينظر إلى ما كان من روايتهم عن نا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه بعبارة دقيقة المراد من المجمع عليه هو المشهور بين رواة الحديث بقرينة ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك الشاذ هو الذي ليس بمشهور عند أصحابنا يقابله المجمع عليه وهو المشهور عند أصحابنا فالمجمع عليه هو المشهور والإجماع هنا شهرة الرواية بين رواة الحديث هذا هو المراد من الإجماع هنا الذي جاء في رواية عمر بن حنظل وأمثالها من الروايات الأخرى إذن صار واضحا لدينا في اللغة الإجماع بالنسبة للفرد هو أنه قد اتخذ قراره بشكل قطعي أجمع على أن يفعل كذا أجمع أمره على أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر أجمع أمره على أن يبيع شركته إلى غير ذلك اتخذ قرارا قطعيا بعد أن تدبر في عواقب ذلك الآمر إذا كان الذين أجمعوا جمعا من الناس فهذا يعني الاتفاق فيما بينه إقداما أو إحجاما في رواياتنا وأحاديثنا حينما يكون الحديث عن مجمع عليه في الروايات إنها الرواية المشهورة بين رواة الحديث كل هذا لا علاقة له بالإجماع الذي أريد أن أحدثكم عنه إنما بينت لكم هذا حتى لا تختلط عليكم الأمور الإجماع الذي أريد أن أحدثكم عنه بدعة من بدع السخيفة بني ساعدة وركض الطوسيون اللعناء وراءهم سقفي بني ساعدة قالوا من أن الإجماع يمثل مصدرا من مصادر التشريع هناك الكتاب هناك سنة النبي كما هم يدعون وهناك الإجماع ما المراد من الإجماع اختلفوا في تعريفه لكن بالإجمال أن المسلمين يجمعون على رأي معين حتى وإن لم يكن مذكورا في القرآن وإن لم يكن مذكورا في سنة النبي وإنما هم ابتدعوا هذا الأمر إذا اتفقوا عليه جميعا فهذا يعني أنه جزء من الدين لماذا لأن الأمة قد أجمعت على ذلك فصار الإجماع مصدرا من مصادر الدين قد يقول قائل إذا كانوا قد اتفقوا على شيء ذكر في القرآن أو اتفقوا على شيء ذكر في سنة النبي التي يعتقدون بها أتحدث عن سقيفي بني ساعدة فهذا ما هو بالإجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع لأن التشريع هنا قد رجع إلى القرآن لأن التشريع هنا قد رجع إلى سنة النبي التي يعتقدون بها إذن المراد من الإجماع هو مصدر قائم برأسه المسلمون يجمعون على شيء ليس مذكورا في القرآن وليس واردا في سنة النبي بحسب ما يعتقدون وإنما أجمع المسلمون على شيء البداية من خلافة أبي بكر هم يقولون من أن المسلمين في المدينة وما جاور المدينة أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر فهذا يعني أن خلافة أبي بكر شرعية وقد صدرت عن الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الدين لأن خلافة أبي بكر لم تذكر في القرآن ولم تذكر في سنة النبي التي يعتمدونها ويعتبرونها صحيحة من وجهة نظرهم لم تذكر خلافة أبي بكر لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة التي عنده إذن من أين جاءت الشرعية جاءت الشرعية من إجماع المسلمين فإن إجماع المسلمين على شيء حتى لو لم يكن مذكورا في القرآن لو لم يكن مذكورا في سنة النبي فإن إجماعهم دليل ومنبع ومصدر من مصادر التشريع بهذه الطريقة نقضوا بيعة الغدير وهدموا دين العترة الطاهرة وحرفوا دين محمد وآل محمد وأسسوا نظام سقيفتهم الملعون هذا هو الذي قصدته من أن الإجماع وسيلة جاءت بها سقيفة بني ساعد لهدم دين محمد وآل محمد ركض الطوسيون فجاءونا بها وجعلوها مصدرا من مصادر التشريع في دينهم وضحكوا علينا وقالوا لنا هذا هو دين العترة الطاهرة كذابون حقراء دجالون سفلة أنجاس أرجاس هؤلاء أتحدث عن الطوسيين الخبثاء اللعناء كيف ضحكوا على الشيعة وكيف دمروا دين العترة الطاهرة صار واضحا لديكم المعنى الإجمالية للإجماع عند السقيفة بني ساعدة عند الطوسي الذي أثبت الإجماع في دين الشيعة في دين الشيعة الذي صار شيعة طوسيين الذي أثبت الإجماع بشكل مشرعن وبشكل رسمي وبتنظير واضح الطوسي قبل الطوسي الشريف المرتضى الذي هو معتزلي إلى النخاء وإن كان لا يصرح بذلك وربما يتوهم البعض من أنه يناقش المعتزلة بفكر شيعة العترة هذا صحيح في كتبه أنا لا أقول من أن الشريف المرتضى معتزلي بقصد هو تشبع بفكره مر الكلام بخصوصه لا أريد أن أقف عند هذه النقطة الشريف المرتضى تبنى موضوع الإجماع ولكن صفحة الشريف المرتضى طويت ولذا لا أريد أن أقف عنده مشكلتنا نحن بدأت منذ تأسيس المذهب الطوسي القذر النجس الذي أسسه الطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس حوزة النجف اللعينة مشكلتنا من هنا بدأت من هذا التأريخ فإن الذي جعل الإجماع مصدرا من مصادر التشريع في دين الشيعة الطوسي وقد أثبت هذا في كتابه العدة وبشكل واضح وصريح مصادر التشريع عند الطوسي الكتاب السنة الإجماع العقل لم يضفه لأن العقل هو تحريف لعنوان القياس حرفه محمد ابن إدريس أول من صرح بأن العقل الذي هو القياس فعلا بأن العقل من مصادر التشريع هو ابن إدريس الحلي في مقدمة كتابه السرائر وقد مر هذا علينا ابن إدريس الحلي متوفى سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة بحدود معلوماتي فإنني لا أعرف أحدا قبله صرح بأن العقل من مصادر التشريع الذي كان معروفا قبل الطوس مصادر التشريع في الأجواء الشيعية الكتاب والسنة ويقصد بالسنة سنة محمد وآل محمد وبتعبير أدق الكتاب والعترة حديث العترة هذه مصادر التشريع عند الشيعة لكن علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى بدأوا يدخلون قذارات نواصب سقيفة بن ساعدة بنحو تدريجي شيئا فشيئا إلى أن وقعت الطامة سنة أربعمية وثمانية وأربعين حيث أسس الطوسي اللعين المذهبة الطوسية الضال فأثبت الإجماعة مصدرا ثانثا من مصادر التشريع وذكر هذا بشكل واضح ونظر له بشكل واضح في كتابه العدة عدة الأصول عدة أصول الفقه للطوسي سأقرأ عليكم إذا ما سمح الوقت لا أدري هل سيكفي الوقت أو لا يكفي المطالب كثيرة ووفيرة الطوسي كيف كيف ضحك علينا ضحك علينا بهذه الطريقة فقال إن الإجماعة مصدر من مصادر التشريع إذا ما أجمع علماء الشيعة فقهاء الشيعة إذا ما أجمع على شيء ليس واردا في الكتاب وليس واردا في الحديث هو إجماع سقيفة بني ساعدة إذا ما أجمع علماء الشيعة على شيء ليس واردا في الكتاب ولا في السنة في حديث العترة فإن إجماعهم حجة وسيكون مصدرا من مصادر التشريع ليش يا أبو الطواسيس ليش لماذا صار حجة أبو الطواسيس هالشكل يقول يقول لأن الإمام الحج صاحب الزمان داخل في هذا الإجماع من الذي قال لك بهذا عندك آية في القرآن يا أيها الطوسي الكذاب يا أيها الطوسي اللعين يا أيها الطوسي الزنديق عندك آية في الكتاب الكريم تقول من أن علماء الشيعة إذا أجمعوا على شيء ليس واردا في القرآن ولا واردا في حديث العترة فإن صاحب الزمان داخل معهم في هذا الإجماع عندك آية في ذلك يا أيها الكذاب يا أيها المبتدع يا أيها الزنديق عندك آية في ذلك لا توجد آية في ذلك عندك حديث عن العترة في ذلك لا يوجد حديث عن العترة في ذلك هل اتصل بك صاحب الزمان بطريقة خفية جلية هل وصل إليك شيء منه وقال لك بهذا لا يوجد لذلك أثر ولا توجد عين لهذا الموضوع إذن من أين جئتنا بضراطك هذا أيها الطوسي لأن الشافعي جعل الإجماعة من مصادر التشريع فإن الطوسي لأنه شافعي جعل الإجماعة من مصادر التشريع ولكنه دخل علينا بهذه الطريقة الملتوية ثم وقف مراجع النجفي صفوفا كالحمير خلف الطوسي ونحن وقفنا ديخيين خلف هؤلاء الحمير وبال حمار فبالت أحمرة وضرت حمار فضرت أحمرة وهكذا وصل إلينا ديننا الطوسي الضراطي القذر هذه هي الحقيقة كذبوني كذبوني قولوا من أن الذي ذكرته ليس صحيحاً في أي آية في أي رواية في أي توقيع من الناحية المقدسة من أن علماء الشيعة إذا ما أجمع على شيء ليس موجوداً في الكتاب وليس موجوداً في حديث العترة هذا هذا يعني أن صاحب الزمان قد دخل معه ومن هنا فإن الإجماع سيكون حجة وصار مصدراً من مصادر التشريع لو سألت مراجع النجاف وقلت لهم لو أن علماء الشيعة أجمعوا على شيء موجود في القرآن قالوا لك هذا ليس من الإجماع الذي هو من مصادر التشريع هذا إجماع على آية فمصدر التشريع هنا الآية القرآن وكذلك لو أجمع على رواية إنما الإجماع الذي هو رأس بحاله عنوان برأسه أن يجمع علماء الشيعة فقهاء الشيعة على شيء ليس مذكوراً لا في الكتاب ولا في حديث العترة فإن إجماعهم سيكون حجتان لماذا؟ لأن صاحب الأمر قد دخل معهم هذا دراط شيطاني من القول لكي يدخل إجماع سقيفة بني ساعدة الذي شرعوا به خلافة أبي باكر والتي قال عنها عمر بعد ذلك من أن أنها فلتة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل فجاءنا بهذا الإجماع الذي هو وسيلة بها هدم دين محمد وآل محمد ونقض عهد الغدير بهذا الإجماع فأدخله الطوسي مصدرا ثالثا من مصادر التشريع بهذه الطريقة التي ضحك بها على الشيعة من أنهم إذا اتفقوا إذا اتفق علماء الشيعة على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة مع أن الأئمة قالوا لنا ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب وفي حديثهم هم أخبرونا بذلك أخبرونا من أن كل شيء نحتاجه موجود في الكتاب وفي حديثهم ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصانا بالتمسك بالكتاب والعترة وقال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا لم يشر إلى الإجماع الإجماع لا ذكر له في القرآن ولا ذكر له في حديث محمد وآل محمد بهذا المعنى الذي يتحدث عنه سقيفي بني ساعدة أو بالمعنى الذي يتحدث عن سقيفي بني طوسي الطوسي اللعي هذا الكذاب الزنديق جاءنا بذلك الإجماع الناصبي وزيفه بهذا الكلام من أن صاحب الأمر داخل في الإجماع وفقا لأي منظور بحسب أي دليل عندك آية الجواب كلا عندك رواية الجواب كلا وصلك شيء من صاحب الأمر بهذا الخصوص الجواب كلا هل العقل يحكم بذلك الجواب كلا من أين جئتنا بهذا الضلال يا أيها الكذاب الزنديق يا أيها الطوسي الفاجر يا أيها اللعين من أين جئتنا بهذا هذا هو المذهب الطوسي اللعين عرفتم الفارقة بين ديني العترة الطاهرة وبين المذهب الطوسي الوسخ تلاحظون أن كل شيء في المذهب الطوسي يخالف منهج العترة الطاهرة كل شيء في حوزة النجف يناقض قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم يناقض حديثهم المفهمة بتفهيمهم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر